اختارت عائلة زناغي العودة إلى أرض الأجداد بقرية المعايشية التابعة لبلدية الخبوزية بالبويرة والاستثمار في مجال الفلاحة وثربية الأبقارة غير أن غياب الدعم ثبت عظيمتهم قريت لي جيت على الفلاحة وبعد جيت هنا ضرد جدودنا هنا نخدمه والحمد لله بصحة عدنا مشاكل ياسر عجل الفلاحة دي والتربية نحن فلاحين أبعا جد هذه هي الخبزة تعناه والطروة الحيوانية والحليب نخدمه الطروة الحيوانية نربوه لأجل نربوه لأجل ندفعه والبقراء نربوها نعيشه من الحليب ندفعه من الحليب اللوزين عمي محمد يرجو تدخل السلطات لإنقاذ مهنة الأجداد ومساعدة السكان على الاستثمار في تطوير هذه المهنة ماذا بينا السلطات الدولات تخزر لنا تخزر لنا تعاوننا دوقما جيش تقولي أنا نعطيك عشر مليون وندبحلك ستين مليون عندي بقرة مريضة تأكدت منها برا مريضة أعطينا حق الطعن أعطينا حق الطعن أعطينا حق الطعن ندفع على روحي وعنا نخدم في بلد جدودنا كما نقوله وعنا كما نقوله احنا ليجان ماذا بينا كما نقوله احنا تعاوزار الفلاحة نقص الدعم تسبب في تراجع مهنة تربية الأبقارة وهي المهنة التي استقطبت شباب الماطقة فهم يرونها كبديل للهجرة وحل لأزمة البطالة